أود أن أسأل أيضاً عن الحوار الذي نريد مع الشباب ما هي مواصفة هذا الحوار الذي يقرب ويبني هذه الفئة من المهم أن يكون هذا الحوار في إطار مؤسسي البيئات الحاضنة للشباب مهمة ولذلك لا بد أن تطلع بهذه المسؤولية كما أن على الشباب رهاناً فعلى البيئات الحاضنة رهان أيضاً لماذا؟ لأنها تكون وتصنع لنا الكفاءة الشبابية التي نريد وحتى يكون هذا الحوار مثمراً وبعيداً عن العشوائية والارتجان لا بد أن يدار إدارة صحيحة وأن تقاس نتائجه باستمرار من أفضل حاضنات الحوار المؤسسات الشبابية الرسمية بدو شك من خلال متدايات شبابية فعالة للحوار ويكون أيضاً بصفة دورية وأركز على كلمة مؤسسية وفعالة من أجل مناقشة الموضوعات والمحاور التي تهم الشباب وخاصة الاطلاع على مبادراتهم وتحفيزهم عليها قبل ذلك أيضاً طبعاً لا بد أن تخرج تلك الحوارات بتوصيات وببرامج عمل مقترحة حتى تكون مجدية من الممكن أن يكون هناك تحفيز بأعمال تقدم للشباب وخاصة الجوائز وتكون مجزية أيضاً ويتابعها المجتمع ويترقبها بشكل كبير وتكون مخصصة لأفضل المبادرات مثلاً أفضل عشر مبادرات في فروع ومحاور متعددة ويمكن أن يكون في هذه الحوارات استضافات أيضاً لشباب من دول أخرى وهذا أيضاً مهم جداً